حدثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن زيدي بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن رجل من قومه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عليه أو عنه فليفعل حدثنا سفيان بن عويين تحدثنا زيدي بن أسلم عن رجل عن أبيه أوي عن عمه أنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فسأله عن العقيقة فقال لا أحب العقوق ولكن من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل